طرعنا على رئيس المملكة السعودية لقد دامتها الشؤون الاقتصادية والتنمية ووفق على مجلس الوزراء الشاكري للمجلس ما بدلهم من جهد بهذا الخصوص وعملين من ابنائنا وبناتنا والمواطنين والمواطنات العمل معا لتحقيق هذه الرئيسة الطموحة قبل عام ومن مرتكزات القوة انطلقت رؤية المملكة عشرين ثلاثين رؤية حملت بين طياتها تغييرا شاملا للسياسات الاقتصادية والحكومية من اجل مستقبل تتكامل فيه الادوار يقل فيه الاعتماد على النفط وتتحقق فيه التطلعات وتترسخ المنجزات والمكتسبات خطط محكمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قادها امير التغيير الامير محمد بن سلمان واقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ورغم اهمية الجانب الاقتصادي لرؤية عشرين ثلاثين الا ان الملامح الاجتماعية والمجتمعية اكدت ان جوهرها المواطن اولوية وجودة حياته واطلاق مواهبه وقدراته تتطلب توفير خيارات ومتطلبات جديدة حزم من الاوامر الملكية كان لها اثر كبير في مسارعة الخطة نحو رؤية المستقبل حاضرا ومع اعلان اول ميزانية بعد الرؤية كشفت الارقام المعلنة ان ميزانية 2017 ستقلص العز بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة كما برزت اجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو هم طاقة الحقية والقوة الحقية لتحقيق هذه الرؤية وهي اهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها وميزة الجيدة انهم شباب واعي قوي لديه طموح رائع مثقف متعلم شكل جيد مبدع لديه قيم عالية باقي فقط نضع الرؤية ونعمل عليها وانطلاقا من ان الشباب هم القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية تحمل رؤية 20-30 الكثير من النقاط التي تفتح لهم افاق المستقبل من تطوير التعليم ويعادة هيكلة المناهج التعليمية والتخصصات الجامعية وتبني الافكار وتشجيع الابتكار وتنمية روح المبادرة والمثابرة والقيادة بما يؤهلهم لسوق العمل مع تحسين الخدمات والمستويات المعيشية بما يحقق اهدافها مجتمع شاب تسوده روح الشباب وفق رؤية امير شاب وقيادة تعزز مسارات المستقبل بالدفع بدماء حيوية شابة بخبرات في كافة مفاصل الدولة ليكون عنان السماء حد طموحات المملكة بقيادتها وشعبها